سوف نشوف بصراع اصلا ايه رأيكم بصوا ايه رأيكم شكلوا بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بك واهلا بكل متابعينا وحبيبنا ايه زيكم عاملين ايه احنا النهاردة عندنا حاجة وصفة سهلة جدا وحاجة مطلوبة بصراحة يعني في ناس كتير قالوا لي زي ما انت عملت الضوافر الصناعية ياريت قولنا وصفة نعمل بيها المونيكير الاسلامي المونيكير الاسلامي ده هو فيه حاجة اسمها مونيكير اسلامي ومش مونيكير اسلامي او مونيكير شارعي وغير شارعي هقولوكو دلوقتي بس قبل ما اقولوكو ياريت اللي لسه ودسها علامة سابسكرايب يدسها ويفعل علامة الجرس لسه اول مرة شوف فيديوهاتنا يشترك ويدفلنا تعليق من تعلاقاته الجميلة عشان احنا كل فيديو بنزل شكره خاص لكل متابعينا وحابا يبنى في اخر الفيديو نقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم واقولوكو ايه هو المونيكير الاسلامي او المونيكير الشارعي المونيكير الاسلامي او الشارعي ده هو مونيكير بيتحطه بيتشال من غير اسيتون ليه عشان وقت ما صلي او اتوضى يبقى سهل لي ان انا اشيله حتى لو خرجه عشان اعرف اتوضى واعرف اصلي طب ايه هو المونيكير وايه هو مكوناته هقولكو دلوقتي المكون الاساسي عندي غرة محدش يستغرب هقولكو ازاي نستخدم الغرة الابيض ده ونصنع به مونيكير اسلامي او مونيكير شرعي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول تاني مكون معانا تاني مكون معانا هو احنا عندنا طريقتين طريقة بالوان الطعام الصحية وطريقة تانية هورها لكم بس لما اوريكم الطريقة الاولى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي احنا طبعا جايبين غطاء اه دواء او غطاء زازة ونكون غسلينه كويس ومنشفينه كويس انا منشفتوش غسلته ومنشفتوش هنشفه بس باي منديل اي منديل عندي هقوم منشفها بحيث لازم يكون ناشف عندي تمام هقوم عملاقي هجيب معلقة صغيرة جدا من الغرة معلقة صغيرة جدا من ايه الى غرة هضيف بس معلقة صغيرة عشان انا ايه هعمله يا مش يعني ممكن تعملوه وتحتفظوا بيه عندكم لو انتو عندكم قلبة مونيكير قديمة ممكن تخسلوها بالاستون وتعملوها او لو مش عندكم اي حاجة تحتفظوا بيها يبقى تعملوها زي كده في غطى الدواء او غطى اي ازازة عندكم وبعد ما تخلص يعني هتكون انتو بتعملوها على القد بتعملوها على القد مش لازم تعملوا آآ كتير يعني انا زي كده اهو بعمل على القد وقت ما انا هضيفه بقوه مع عاملة كمية اللي انا عايزاها وبعد كده خلاص عشان ما هتضرش برضو آآ كمية كتير تاني حاجة هعمل ايه هعمل هضيف الوان الطعام الصحية او الوان صناعية او اي الوان يعني اي الوان عندكم تمام خلاص طبعا ضيفنا الالوان اهو عشان بس اواريكم عندي طبعا اي فرشة او فرشة بصوا الفرشة دي كانت بتاعة ميكوب تمام قديمة بقتش باستخدمها حتى باستخدمها عادي ممكن استخدمها في التلوين او اي حاجة فعادي عاملة زي الفرشة احط بها اي حاجة لو ما عندكوش فرشة عادي فرشة الفرشة بتاع ده اي مونيكيرة عندكو خسلوها بالاسيتون وحطوها لو لقيتو طبعا الغيرة بتاعكو تقيل تقيل هنضيف نقطة مية نقطة بمعنى كلمة نقطة يعني ايه نقطة بصوا نقطة اهي نقطة مية صغيرة خالص ليه هخليها تدي معايا بس آآ ملمس المونيكير الطري وافضل اقلبها تبقى سيلة معايا تبقى سيلة معايا خالص تمام خلاص باقت سيلة معايا وباقت ملمس المونيكير وباقى لون وطحفة احسن حاجة في المونيكير اللي انا بصناه في البيت احسن حاجة فيه ان انا ايه يعني اللون اللون اللي هحتاج اخرج بيه بعمله في وقتها وخلاص بصوا مونيكير جميل جدا ولونه روعة وانا اللي سانعب نفسي في البيت بمكونات سهلة جدا زي ما انتوا شايفين طبعا انا عملت قدامكم قبل كده الضوفر الصناعية انتوا عارفين كويس ان انا مش بربي ضوفري عشان كده عملت ضوفر الصناعية ان ما بعرفش احطه مونيكير كمان اهو بص اللون حلو وقوي بصوا كمان بعد ما انشف هيبقى شكله روعة هسيبه طبعا ينشف شوية وهوريكوز دلوقتي هو بيتشيل ازاي والفرق بينه وبين المونيكير العادي هوريكو دلوقتي خليكو معانا ولسه ما دس لايك يدوس بصرعة ولسه ما اشتركش في القناة يشترك ولسه ما اضافش تعليق اضيف تعليق عشان هنزل شكر خاص لكل حبيبنا اللي بيدفونا تعليقات جميلة رجعتلكو تاني بعد ما نشف وبصوا شكله يا جماعة حلوة قوي بجد المونيكير شكله جميل جدا بجد شكله حلوة قوي المهم انا هقولكو دلوقتي هجربو قدامكو واقولكو ازاي بيتشيل بصوا بصوا هو منظره دلوقتي بصوا منظره اهو يعني بصوا ما اختلفش في لما نشف ما اختلفش اللون كتير اهي المفروض بنشيله كده بمنتهى السهولة من ايدينا بصوا هو بعد ما نشف عادي جدا بي بصوا بيتفرج كده مجرد افروض جامد بيطلع بمنتهى السهولة ولا احتاج ايه ستون ولا هحتاج اي حاجة بصوا طلع ازاي اهو طلع اهو قدامكو بعد ما نشف اهو بفركو من الجوانب كمان وما فيش اي مشكلة بيتشيل من غير ايه ستون ولا غير اي حاجة هجرب معاكو تاني اهو بصوا بصوا بيتشيل ازاي بصوا بصوا بيتشيل ازاي يبقى مونيكير انا صنعته مونيكير اسلامي عرفته ازاي شرعي بيتشيل وقت الصنة وعاج كده ممكن احطه بعد كده وبشيله من غير استون ولا اي حاجة وده مونيكير يا جماعة الصحي للاطفال ان انا احطه في اي وقت اشيله وقت المدرسة مفهوش اي مشكلة بصوا بيتشيل ازاي ولا بيوسخ الايد ولا حاجة اهو اشيله تاني بقى سهل بالنسبالي ان انا بشيله بصوا نظافة ولا بيأثر في اي حاجة تعالوا نشوف بقى التجربة التاني هنعمل ايه تاني وصفة معنا برضو هنعملها برضو بالغطة ولازم الغطة زي ما قلتلكم يكون يكون نشف طبعا الوان الطعم يا جماعة بتطلع بمية وصابون عادي ما فيش اي مشكلة وهي بهدلة ايدي بتطلع بمية وصابون ما فيش اي مشكلة ساقول لكم الطريقة بقى ما ببهدلش ايه خالص بالالوان وجميلة برضو من المونيكير الاسلامي لو عاجبني اي لون ممكن اعمله ازاي يعني بصوا دي علبة ميكوب قديمة عندي علبة ميكوب قديمة عندي اي لون انا مش متوافر حتى نزيقا لما نزلت مثلا شفت المحلات ملقتش لون اللي على مزاجي انا عايزاه موجود اعمل ايه هجيب علبة الايشادو او الميكوب بتاعتي وهشوف ايه اللون اللي عاجبني مثلا اللون ده مش موجود الموف ده او الموف الاغمق هنعمل ايه هنجيب ورقة هنجيب ورقة ونفضل ايه نفرقه كده بحيث ان اللون يطلع معايا في الورقة تمام؟ وهقوم حتى جزء من اللون فغطة الازازة جزء من اللون فغطة الازازة تمام؟ خلاص كده مهمة الورقة انتهت اعمل ايه تاني؟ اجيب معلقة من الغرب اجيب معلقة من ايه؟ اهو معلقة من الغرب المعلقة بتات الغرب هضيف هنقول لكم طبعا لو مش عندكم ازازة لو مش عندكم ازازة اللي هي ايه ازازة المونيكير ممكن تعملوها عادي زي كده في غطى الازاز وبعد كده تبقوا تعملوها تاني ما فيش اي مشكلة لقد الخروجة او قد ما انا هحطها سهلة جدا وممكن تعملوها وانتوا واقفين يعني على التسريحة كده ما فيش اي مشكلة اهو وهحط نقطة مية لو الغرب يعني تقيل لو الغرب الغرب سايل مش هنحط مية خالص احنا عايزين نوصله لما المنسق المونيكير باس تمام عايزين نوصله لما المنسق المونيكير شايفين زي ما انتوا شايفين كده اهو بصوا اللون وهو بيمتزك حلوة قوي طبعا انا ما عنديش فرشتين فانا قلت عادي الودانة اللي هي ايه بتاعت الودن دي ممكن اقلب بيها ما فيش اي مشكلة اهم حاجة اخلي اللون يمتزك كويس جدا ندم اخلي الغرب يمتزك مع المية مع اللون خلاص امتزك لو الملمس خف مني عادي اضيف ايه غرب بس الدرجة دي حلوة قوي بجد نادلا لما تلاقوها في اي محل اصلا ونحط عادي جدا بصوا مش عارفة بيان ولا لا اواللون عامل زي الكاشمير كده الوان الكاشمير دي مو في الوان الكاشمير مدي درجة حلوة قوي بصوا 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 لأ حلوة قوي صراحة حلوة قوي طبعا الزيادات بتاعت الاحمر لسه ما شلتاش قوي عشان بس انا ايه مطولش عليكم الفيديو بصوا حلوة قوي يعني تخيلوا احنا صنعنا لونين من المونيكير احلى من البعض صنعنا لونين من المونيكير احلى من البعض المونيكير بجد جميل جدا من غير ما اشتري اي حاجة ولا اصرف اي فلوس بحاجات موجودة في كل بيت ومتوفرة في كل بيت بجد رائعة رائعة بصوا انا ممكن الظهر اساوي بيه امسح بيه الزيادات الظهر اللي انا ايه ما لزق ما عملتش بيه مونيكير يعني ايه اشيل بيه الزيادات عادي جدا اساوي بيه بس هو حلوة قوي دونه عجبني قوي كنتش عرف ان هو هطلع بالروعة دي حلوة قوي هسيبوا ينشف وارجعلكوا واشيلوا معاكم وبكده هو كده نشف الحمد لله اللون اللي انا عملته اللي هو لون الكشمير زي ما قلتلكم وحلوة قوي وهورده لكم دلوقتي وانا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بشيله اهو اهو بصوا بيتشال بسهولة ازاي نفرق فيه بس بالاطفال او غير ضرب الاطفال لو حد حطوا مسلا مسك له المونيكير زي ما بيأكلوه كده الاطفال بيحطوا في بقهم بيفضلوا يؤشروا المونيكير ببقهم دي انا قلتلكو وصفة سهلة وآمنة تماما بصوا لما بفرقه مجرد بفرقه بس بيطلع فيش اي مشكلة فنفس الوقت انا عايزة وريكو ناشف بصوا اهو لو انا مسلا عملته كده او خبط مني مش بيتشال لكن افرقه ان انا امسك طرفه واشيله كده بيتشال لكن لو خبط مني مسلا وانا خرجة او اي حاجة ما يتشالش اهو بصوا اي دي رجعت نديفة واعرف اتوضى وصلي مفيش اي مشكلة وايه رأيكم في وصوة النهاردة ياريت تكتبونا في التعليقات ويا رب تكون وصفاتنا كده دايما بتعجبكم انتظرونا انا ولارة في فيديوهات جديدة مع يوميات لارة العصولة واستنوا الشكر الخاص اللي احنا عاملينه لكل المتابعينا وحبيبنا ومع الف سلامة نشوفكم بالف سحة بالف هام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة